بما أني بدأت بمصر وبالشعب الجميل ده تعالوا نروح عن خبر كمان كله طاقة أنا سعيدة جداً بهذا الخبر يعني كتبت وكشفت مجلة تايم الأمريكية عن طبعاً القائمة بتاعتها الأفضل خمسين وجهة سياحية في العالم لعام عشرين تلاتة وعشرين على غلافة تايم هتشوفوه دلوقتي معانا على الشاشة هتشوفو غلافة تايم محتوط عليه صورة الأهرامات أهرامات الجيزة وقائمة أفضل خمسين وجهة في العالم وصفتها التايم زي ما أنتم شايفين الأهرامات هي موجودة ده غلافة تايم لنهاية شهر مارس وإبريل ووصفت بأنها وجهة عظيمة طبعاً الأهرامات ومثيرة للمغامرة ذكرت كمان مجلة التايم أن أول هذه الوجهات طبعاً الجيزة لأنها فيها الأهرامات مشيرة إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أمام أهرامات الجيزة العظيمة والذي يعد وجهة جديدة لرؤية الأثار والحضارة المصرية ببقى سعيدة جداً تايم جال العريقة لما يتصدر يعني يبقى هو ده اللي هو زوره مصر عشرين تلاتة وعشرين أو مصر موجودة على الخريطة السياحية عشرين تلاتة وعشرين ضمن خمسين وجهة سياحية وطبعاً بما أنه هو في العمل الصحفي زي ما احنا عارفين بما أنه هو حطها غلاف وتصدر الغلاف فتعرف أنه دي أكتر حاجة ممكن تشد العالم أنه يقرأ التايم ويشوف الخمسين وجهة دي مصر وإن شاء الله نعدي وعشرين تلاتة وعشرين تبقى كمان سنة للسياحة زي ما احنا شايفين ترجمة نانسي قنقر